اشتركوا في القناة بأن التعاون الوثيق مع مجلس النواب ساهم بالوصول لصيغة توافقية بشأن برنامج الحكومة كما نواه المجلس بما تميز به عمل اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة وما أظهرته من حرص على التعاون مع الفريق الحكومي من منطلق العمل التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن معربا المجلس عن الشكر للفريق الحكومي الذي شارك في اجتماعات اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة على جهوده في هذا الجانب وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بحث المجلس الخطوات المتخذة للبدء الفوري في تنفيذ ما تضمنه برنامج الحكومة من أولويات وسياسات ومحاور ومبادرات من خلال تطوير المشاريع والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومتابعة خطط العمل التنفيذية المتعلقة بها بشكل مستمر ورفع تقارير دورية حولها لمجلس الوزراء بعدها وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2021-2022 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها معربا المجلس عن شكره لكافة الوزراء والجهات الحكومية التي بادرت بتصحيح الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير الديوان السابق منوها بالدور الذي يطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز الحوكمة للوصول للممارسات الصحيحة في هذا الجانب ثم رحب المجلس بنيل مطار البحرين الدولي للعام الثاني على التوالي تصنيف خمس نجوم من هيئة التقييم العالمية المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران في العالم سكايتراكس والذي تقديرا للمستوى وذلك تقديرا للمستوى العالي للخدمات والمرافق بالمطار مؤكدا على أهمية مواصلة تطوير خدمات المطار والمحافظة على ما تحقق من إنجازات وتطور بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرة التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن عادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة ثم استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن مستجدات أولويات الوزارة على صعيد المشاريع الإسكانية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع والبراميج الإسكانية وتبني العديد من المبادرات لتسهيل وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين إلى ذلك فقد استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة السياحة بشأن المؤشرات السياحية للمملكة البحرين من ديسمبر 2021 لغاية يناير 2023 والتي تم خلالها تنظيم مجموعة من الفعاليات شملات المجمعات التجارية والفنادق بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقريرين الوزاريين المرفوعين من أصحاب السعادة الوزراء بشأن زيارة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحول مشاركة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمر إكسبو الحج 2023